قال مسؤولون أمريكيون إن الهجوم الذي قتل ثلاثة جنود أمريكيين يحمل بصمات جماعة كتائب حزب الله العراقية وبحسب مسؤول كبير بالوزارة تحديدا وزارة الخزانة الأمريكية فأن واشنطن تتوقع من الحكومة العراقية مساعدتها في الحصول على أي معلومات حول عمليات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران عقب مقتل جنود أمريكيين وأضاف أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم النظام المالي العراقي من أجل تمويل الهجمات وأن بلاده بحاجة لمعلومات كما هي بحاجة لعرقلة التمويل وقال المتحدث إن بلاده لاحظت إصلاحات في القطاع المالي معربا عن ثقة واشنطن في قدرة العراق على تحسين لوائح مكافحة طبيعي الأموال في الموازاة قال البيت الأبيض أو قلل فعليا من أهمية قرار كتائب حزب الله العراقية بالتوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية وقال مسؤولنا للحدث إن الإدارة عازمة على محاسبة مرتكب الهجوم ضد الجنود الأمريكيين في شمال شرق الأردن وقال مسؤول في البيت الأبيض لقناة الحدث إن الأفعال أعلى صوتا من الكلمات مضيفا أن الولايات المتحدة ستحسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة التي تختارها كما ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية قوتها وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد اتخاذه قرارا حول كيفية الرد على هجوم طائرة مسيرة الذي سهدف القوات الأمريكية في الأردن محملا إيران المسؤولية عن الهجوم لتزويدها المتورطين بالأسلحة وأضاف بايدن في الوقت ذاته أنه لا يريد تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ولا يريد حربا أوسع يأتي ذلك غداة إشارة وزير الدفاع الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إلى عمليات انتقامية على مساويات عدة يتم تنفيذها على مراحل بالموازاة كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قيادة الحرس الثوري الإيراني أوعزت للميليشيات في سوريا وديرزور تحديدا بإيقاف نشاطاتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية في سوريا وبالتوازي مع ذلك تتواصل حالة الاستنفار القصوى في جميع المواقع التابعة للميليشيات الإيرانية في البادية السورية وديرزور تحديدا في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضب قوات من ميليشي الحشد الشعبي العراقي الأوامر صدرت وبشكل قطعي وفعلي لهذه الميليشيات العاملة تحت أمرت الحرس الثوري الإيراني والأوامر صدرت بالحرس الثوري الإيراني يمنع منع بات الأطلاق أي قذيفة باتجاه القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية التجديد والانتشار الأمني وإعادة الانتشار والاستنفار الأقصى موجود في البوكمال عند الحدود السورية العراقية إخلاء مقرات موجود أيضا في الميادين في مزارع الميادين موجود حتى في بادية حمص أي في تدمر ومحيطها من قبل هذه المجموعات التي لا تستطيع الآن أن تتواجد في أماكن هي معروفة هي في حال التنقل وحال إعادة الانتشار مستمرة خوفا من أي ضربة أمريكية كبيرة وفي إثر كل ما سلف قال مستشار الرئيس الوزراء العراقي حسين علاوي إن قرار الفصائل الكف عن استهداف القوات الأمريكية جاء ثمرة لجهود رئيس الوزراء محمد شايع السوداني وضف علاوي في مقابلة خاصة مع الحدث أن تلك الفصائل باتت تدرك أن قرار السلم والحرب هو بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية قرار فك الاشتباك الأساسي الذي تخذه السيد الرئيس الوزراء بإنهامها التحالف الدولي قد جعل هذه الفصائل حقيقة تذهب باتجاه النظر إلى الدولة وسلوك الدولة وبالتالي قرار الحرب والسلم هو قرار الدولة ومؤسسات الدستورية إن كانت السلطة التنفيذية أو التشريحية وبالتالي رئيس الوزراء قد عمل عمل كبير جدا خلال المرحلة الماضية مع القوى السياسية العراقية للضغط على كل هذه المجموعات حقيقة للوصول إلى هذه اللحظة وهي لحظة الاستقرار